أشق أشق هل مصير كل من لم يسمع بفداء المسيح هو الهلاك؟ السؤال اللي جاي نقشه معاكم النهاردة أكيد أنت سمعته كتير ويمكن كمان سألت نفسك أو غيرك السؤال ده قبل كده والمشكلة في السؤال ده أنه بيشكك في عدل الله وبيبقى الاستنتاج الطبيعي أنه لو الله مش عادل إذن هو مش كامل هو أصلاً مش إليه السؤال ده هو يترى إيه مصير الناس اللي ما وصلهاش رسالة الإنجيل قبل ما يموته واللي بيأتي السؤال ده أهميته أن حسب الكتاب المقدس ما فيش طريق إلى الله إلا عن طريق يسوع المسيح وفداءه على الصليب يسوع قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بين وكمان مكتوب في أعمال الرسل عن يسوع ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص الأمثلة دي وغيرها بتشرح إن ما فيش وسيلة للخلاص إلا عن طريق فداء المسيح ومن هنا بيجي السؤال اللي بيناقش عدل الله إذن بالناس اللي ما كانش عندها الفرصة أصلاً إنها تسمع عن الطريق الوحيد للخلاص وليه بيهلكوا بسبب حاجة هم أصلاً ما سمعوش عنها وبيرتبط بالسؤال ده سؤال تاني وهو إيه مصير الأطفال اللي بيموتوا قبل ما يوصلوا مرحلة الإدراك علشان يقدروا يفهموا فداء المسيح ويتجاوبوا معاه وإيه مصير المولودين بإعاقة ذهنية وعقلية بتعقهم عن معرفة وفهم فداء المسيح خلينا الأول نتكلم عن موضوع الأطفال ودوي الإعاقات الذهنية المسيح يتكلم دمنياً عن الموضوع ده لما قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن المثل هؤلاء ملكوت السماوات في تحليل القضية دي بيوضح الفكرة أكتر طبعاً الموضوع محتاج شرح كتير لكن أنا هقول فكرة باختصار كلنا كبشر جوانا طبيعة خطيئة بتخلينا نميل للخطيئة وعلشان كده مصرنا هو الدينونة والهلاك لكن بسبب فداء المسيح وموته على الصليب بالنيابة عن كل الناس أصبح فيه فرصة للخلاص من الهلاك الأبدي ده لكل اللي هيقبل ويصدق أن المسيح حبه ومات عنه وفده طبعاً ده بيتطلب فهم وإدراك وإرادة بمعنى أن كل شخص لازم يفهم وياخد خطوة التزديق والإيمان دي ولأن الأطفال قبل سن الإدراك وذي الإعاقات الذهنية ما عندهمش قدرة على الفهم والاختيار عشان كده الله بينظر إليهم على أنهم أبرار يعني هما براءة ومعليهمش دينونة وده استناداً على فداء المسيح نرجع تاني للجزء الأساسي من سؤالنا النهاردة وهو يترى إيه مصير اللي ما سمعش عن المسيح وفدائه أصلاً فيه أكتر من إجابة وفكرة وصل ليها مفسرين الكتاب المؤدس بترد على السؤال ده خلينا نفكر فيهم بسرعة مع بعض الفكرة الأولى وهي فكرة اسمها الإعلان العام واللي بتقول إن كل الخاليقة والكون بيثبت وجود الله وده بيحط مسئولية على الإنسان إنه يسعى لمعرفة خالق هذا الكون وساعتها حسب كلام كتاب المقدس الله قادر على إظهار وإعلان نفسه وفدائه للباحث وده مكتوب في روميا لما بيقول إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خالق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوده حتى إنهم بالعذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوا أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي الفكرة الثانية وهي فكرة شهادة الضمير ودي بتقول إن الله خالق في دماير كل البشر ميزان أخلاقي للتمييز بين الخير والشر زي ما هو مكتوب في روميا الذين ليس عندهم النموس اللي هي وصايا الله ما تفعلوا بالطبيعة اللي هو الضمير ما هو في النموس فهؤلاء إذ ليس لهم النموس هم نموس لأنفسهم الذين يظهرون عمل النموس مكتوبا في قلوبهم وهنا بنشوف من الآية دي إن اللي ما وصلوش كلام الله لكنه سمع صوت ضميره بيكون بكده سمع صوت الله من خلال ضميره فاللي بيتجاوب مع إعلان الله عن نفسه في الخليقة وبيتجاوب مع صوت الضمير الله بيقدر التجاوب ده وده واضح جدا لما الله بيقول في الكتاب المقدس وتطلبونني فتجدونني التطلبونني بكل قلوبكم بعد ما تكلمنا على السؤال بتاعنا النهاردة وعرضنا بعض الأفكار والردود يمكن بسبب محدوديتنا مش قادرين نفهم طرق الله الغير محدودة لكن شفنا إزاي الله مهتم بكل الناس وعايز يضمن عدم هلكهم زي ما الكتاب بيقول في بطرس التانية أن الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة وفي تموساوس الأولى بيقول أنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وده بيتوافق مع عدل الله ورحمته متهيألي الموضوع الأهم بالنسبة ليك النهاردة هو إيه مصير اللي سمع وما أمنش خصوصا أن دلوقتي رسالة فداء المسيح وصلت تقريبا لكل مكان ومتاحة لمعظم الناس بدعوك النهاردة ما تشغلش بالك كتير بالسؤال ده لكن يريد تفكر في حياتك أنت خصوصا أن أنت سمعت